قبل ما أستقبل ضيف النهاردة عندنا ضيف يعني سنستفيد منه كسيرا عايز أحكيلكوا حكاية بس حصلت وحصلة كده بقالها كام سنة عندي واحد بشتغل معايا من زمان عزيزة عندي جدا اسمه عم أشرف النهاردة الصبح ليت عم أشرف بيكلمني من السوبر ماركت بس بيكلمني فيس تايم إيه فيس تايم ده فيس تايم ده حاجة احنا عمليم نسمع عنها بأن احنا أو انتشرت يعني متى اربعة سين كده إيه عم أشرف فيس تايم يا أحسس خير إيه عم أشرف الجبنة الرومي غاليت طب تكلمني فيس تايم ليه عم أشرف علش عسن بس الايه يعني إيه فيس تايم إيه حكاية إن المصريين بيكلموا عن فيس تايم إيه اللي يوصل إن عم أشرف يوصل لقناعته إنه لما يجي نتكلم مثلا عن اتفاع الأسعار أو عايزين نقبط الحكومة حتتين مصري كده من كم نقطة من اللي احنا بنقولهم يكلمني فيس تايم أيوة عشان انت خايف مين يسمعك انت خايف مين يسمعك واللي انت خايف منهم يسمعوك دول قاعدين عشان يشوفوا تليفونات تلاتين أربعين مليون بني آدم وتكلم واحد من دول الخط مش واضح حسنا هكلمك عن ناحة تانية ناحة تانية اللي هي الفيس تايم وبقى فيه إحساس كده عند المصريين إنه استخدام الفيس تايم يعني يحسسك بالأمان وإنت بتتكلم فمش قادر افهم من الذي تسبب في ان فكرة ان الفيس تايم هو واحد الأمان لما تتكلم وانت بتعمل ايه غلط انت بتعمل ايه غلط وانت لما تنتقد الحكومة تعمل غلط أبدا ده حقك طيب انت من ايه خايف يعني برضو هرجع للدروس المستفادة من أكتوبر 20-23 في حاجات كده في مجتمعنا اتربنا عليها ممكن الشارع العادي أو المواطن العادي بيهابها بشكل لأنها لم تشرح له جيدا